مرحبا أعطيكم العافية معكم مهندس عمران أبو مرشد قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة رح أشرح بهذا الفيديو آلية تحويل الكتب والمعاملات الورقية إلى الإلكترونية وإنشاء التوقيع الإلكترونية والسير بالمعاملات بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة للطباعتها على ورق أو استعمال أجهزة السكانر بداية على سبيل المثال كتاب مطبوع على برنامج مايكروسوفت وورد مثل ما شايفيني أمامنا الآن والكتاب موجه إلى الدكتور رئيس قسم إدارة المياه والبيئة الآن أنا الشخص اللي عملت الكتاب بحاجة اللي أنا وقعه وأرفعه للرئيس اللي هو رئيس القسم إدارة المياه والبيئة بالبداية عشان تبلش بالبروسس تبعيته كعملية التوقيع وما إلى ذلك وإرساله لرئيس القسم بدنا نخزن الكتاب بصيغة PDF عشان نتمكن من توقيعه وأرساله إلى الدكتور رئيس قسم إدارة المياه والبيئة رح نخزن الملف بصيغة PDF رح نكبسه على خيار File من هنا أو ملف إذا كان لديك بالعربية بعدها نختار Save As أو حفظ باسم كبسة واحدة عليها نختار من هنا الملف اللي لازم نحفظ عليه PDF نحط على Desktop على سبيل المثال رح نسميه 1, 2, 3, 4 for example هنا نتأكد بعد ما نسمي الاسم نتأكد أن هنا تايب حاطينه بدل Microsoft Word Document نختار PDF طبعا خيار Save As PDF هنا مش مفعل إلا بOffice 2010 و13 و16 لازم يكون عندك نازل Microsoft Office 2010 أو 13 أو 16 تكبس هنا على PDF كبسة واحدة والآن تعمل له Save الآن رح يخزنه على شكل PDF رح يفتح لك إياه على برنامج الPDF اللي عنا هون طبعا فيه برامج عديدة لتشغيل ملفات الPDF ومنها Adobe Acrobat Reader أتوقع نازل عند الجميع بالنسبة لي هون رح أشرع على برنامج اللي هو اسمه Foxit Phantom PDF ها برنامج ممتاز للPDF وإدارة الPDF وتشغيله والتوقيع وما إلا ذلك رح أشرع عليه لكن بإمكانكم تستعمل برنامج اللي هو Adobe Acrobat Reader لهاي الأمور رح نشتغل عليها الآن لاحظوا الآن عندي الكتاب صار على صيغة PDF تمام ولاحظوا هنا اللي هو المكان الفارغ عشان التوقيع الآن بالنسبة للتوقيع الإلكتروني تم إنشاؤه إما عن طريق الكمبيوتر نفسه توقع ترسم توقيعك بالماوس أو إنشاء التوقيع على شكل صورة أنت موجود عندك يعني توقع على ورقة وتسحبها على سكنر وتدخلها على الجهاز وهذا البس فضلوا أنا عشان ينزل توقيعك مثل أنت بتوقعه بالشكل الصحيح بدون ما يطلع يعني مكسر أو مخربش بسبب أنك توقعه على الكمبيوتر بالبداية تطلعوا شاشة البرنامج الرئيسي عندنا هون مجموعة من التاب أو مجموعة من اللوائح أول لوحة تكون موجودة عليه الهوم فيها أغلب الأدوات اللي أنت بتلزمك من ضمن لوحة الهوم هون عندنا فيه إشي اسمه PDF Sign أو التوقيع الإلكتروني هون خيار زي القلم بتكبس عليه كبسة واحدة حلو لأنهو بتطلع لك مجموعة من السيجنيترز الموجودة عندنا هون جوا البرنامج أنا على سبيل المثال أنشأت تو سيجنيترز يعني توقيعين إلكترونيات جهزتم هون رح نتعلم كيف نعمل توقيع بالبداية لازم تعمل توقيع إلكتروني وحكينا ممكن نعمله بصيغتين إما أني أرسمه بالماوس جوا الكمبيوتر وإما أني أحمله من ملف مسحوب على سكانر بالبداية خلنا نتعلم كيف نرسم توقيع على الماوس يون كبسة الزائد لأنك تضيف توقيع حكينا لأنه ما تنزل البرنامج جديد عندك ما يرح تطلع عندك توقيع هون رح يطلعك بس كبسة الزائد لأنه أنت ما بتكون منشئ ولا توقيع لأنه البرنامج جديد بالبداية بنكبس على كبسة الزائد الموجودة هون كبسة واحدة ففي عندنا هون خيارات إما درو سيجنيتر اللي هو رسم التوقيع أو امبورت فايل لأنك تدخل توقيع من ملف خارجي نحط هنا درو سيجنيتر هيفتع لك شاشة بيضة بحكي لك أنه هون وقع التوقيع تبعك مثلا خلنا نوقع أي توقيع بالنياب الماوس أوكي هيك أنا هنا التوقيع بالماوس مثلا نعطي أوكي هيك الآن حفظ التوقيع الموجود عنا هون نعمل له Save لأن لاحظوا التوقيع اللي حفظي إياهون نزل معي هون الآن صار لما تكبس عليه بالماوس كبسة واحدة ينزل معاك كأداه لاحظوا كيف حركة الماوس بصير التوقيع جاهز وإما بدك توقع بيثبت التوقيع هون مثلا نكبس كبسة واحدة بالماوس بينزل عندك التوقيع مباشرة هاي نزل التوقيع وخزنه بالمكان الذي مثل التوقيع بها بالماوس الآن ممكن تكتب تاريخ معين يعني لو تاريخ اليوم مثلا بتحب تاريخ اليوم مع التوقيع في هون جنب السيجنجر في اشي اسمه predefined text نكبس عليه كبسة واحدة بطلع لك تاريخ اليوم من هون بتكبس كبسة واحدة هيك بطلع لك التاريخ بإمكانك تحطوه هون بحدة التوقيع وكبسة واحدة ايضا بينزل معك التاريخ مباشرة كبسة بالخارج هيتسيف هون التاريخ تبع اليوم حلو لان نفترض ان انا انهيت الان توقيعه الان ارفعه الى الدكتور رئيس القسم بده اسيفه الان ده احفظ هاي التغييرات اللي عملت الي والتوقيع والتاريخ وعشان ما حد يقدر يعدل عليه كمان لان فيه خيار هون اسمه apply all signatures بتكبس عليه كبسة واحدة تعطيه يس وهيك الان خزن لك جميع ال signatures اللي انت عاملها يعني خزن لك كل التوقيع والتغييرات اللي عملت على ملف ال pdf الان بقدر اسكر ملف ال pdf من هو على ال close وبيطلع للمسج do you want save انه هل تريد حفظ التغييرات بعطيه يس الان تم تخزين التغييرات نشوف ملف ال pdf كيف صار الان عندي هاي الان ملف ال pdf علي التوقيع كامل زي انتو شايفين نضغروا شوء عشان شوفوا بكامل هاي الكتاب وهي عنا التوقيع عندي هون جاهز لحظوا الان ما بقدر اعدل علي او اشطب او اغير التاريخ مثلا او اغير ايشي بالحكي الموجود هنا اوكي لان هذا ال pdf حمالي التكست الموجود عندي الان هاي الكتاب موقع بقدر الان ارسله بالايميل لسكرتيرت القسم مثلا وهي بدور راح تعمل فيه كتاب تغطية يوقع عليه الدكتور على سبيل المثال خلينا ننزل هذا ال pdf او نسكره عملنا ملف ثاني مثلا اللي هو كتاب تغطية من كليتنا عشان رئيس القسم يوقعه فهي الكتاب هون راح نرفق معه الكتاب الاول اللي وقعته قبل شوي وهي كتاب التغطية جاهز على المايكروسوفت وورد عملته السكرتيرا مثلا وبالتالي الان بتعبي كل المعلومات تحط هون من لازم يوقعه الدكتور رئيس قسم دارة المياه والبيئة تحط اسمه هون لان هذا الكتاب بعده ما نطبع اكيد لان احنا حكينا بالبداية الفيديو احنا ما راح نطبع اي ورقة وراح نستعمل الجهاز لسكانر هذا الكتاب لان راح يتخزن بصيغة pdf لان تم ارساله رئيس القسم يوقعه لان بنعمل فايل save as مثل ما عملنا قبل شوي ونخزنه على الديسكتوب خانا نخزنه باسم رقم اثنين وهون نتأكد نحطين خيار pdf نعمله save اللان راح يتخزن بصيغة pdf ويفتح ليه على البرنامج زي ما انتشافين هون هاي شعار الجامعة وهي pdf وهي كل اشي فتح معنا نفس الكتاب بتاع قبل شوي لكن صار بصيغة pdf اللان راح نروح للدكتور رئيس قسم ادارة المياه والبيئة ورئيس قسم ادارة المياه والبيئة راح يوقع هون وممكن نحط فيه شرح ممكن نحط فيه شروحات لان راح نشرح كيف اضاف التوقيع من صورة احنا اضفنا التوقيع رسمناه بالماوس راح نشرح اضاف التوقيع من صورة ونحط الان شروحاتنا عليه الان راح نحط على pdf sign مثل ما انتشافين من هون كبسة واحدة وهون نحط على كبسة الزائد نكبس هون على السهم نختار هون create signature خلانا نرجع نعيدها كبسة على السهم اللي مهون نختار create signature انه انشاء توقيع بدروها يستعملها قبل شوي رسمنا التوقيع نحط import file لانه نختار من ملف موجود على الكمبيوتر نكبس على خيار import file عشان نحمل الصورة من جهاز على شكل image التوقيع import file كبسة واحدة لان راح نروع على الديسكتوب في عنا هون نزلت التوقيع تبعي جاهز على الديسكتوب بكبس عليه كبسة واحدة نعمل open بينزل عنا التوقيع هون لان نلاحظوا انه نزل التوقيع بالابيض والاسود وهذا الاش ما بدنا يا ابنا توقيع بين باللون الازرق او لونه الطبيعي حيث انه يبين توقيع على الورقة رسمية لان نشيل الصح الهون انه عشان ما يحول ليه لأبيض واسود راح تطلع التوقيع الان باللون الازرق اوكي لان نعمل save وبنيجي هون على التوقيع بطلعنا شكل استنبا بجاء اكبس الان هون مثلا كبسة واحدة بينزل عند التوقيع مباشرة محل ما كبست نصبر عليه شوية حتى نزل لي بينزل مباشرة التوقيع هون لان في بعض التقنيات بالتوقيع انه يفضل انك توقعه فوق الاسم يعني يكون جزء من التوقيع فوق الاسم لغيات الحماية انه ما حين تقدر ينسخ التوقيع او يعني يعملوا save عشق الجانبي ويستعملوا الاستعمالات اخرى لكن بتقدر الان بعد ما وقعت التوقيع حكينا وقع دكتور ريس القيسين بامكانه اضافة شرح يضيف شرح على الكتاب مثلا لاحظوا من نفس شاشة السيجنيتشر الفتح عليها الان انا بقدر حطهن على التيب رايتر ان اكتب شرح بكتب هون الان كبسة واحدة الان بطلع لك هون على مجرد انك بست على التكست تكتب فيه التكست اللي بدك اياه او النص او الشرح وهون بطلع لك الخط اللي بدك تكتب فيه وهون بطلع لك اللون والحجم زي برنامج تقريبا برنامج ميكروسوفت وورد الان راح اكبر الخط شوي مثلا اخليه 14 واكتب الان الشرح مثلا يعمم على رؤساء لقصرها مثلا بعد ما تخلص راح نختار من هنا نرجع على الهوم نختار الهاند تول هاي عشان نكبس كبسة واحدة ونقدر نحرك التكست اللي بدك اياه مثلا بحط الشرح هون لان لاحظه صار الشرح ارتب على الكمبيوتر بحيث انه بطلع بخطة للطباعة ويقدر الان يوقع فوق كمان الشرح تبعه من الخيار اللي هو sign pdf sign ونختار على التوقيع هون ويطلع عندك الطابعة هون نكبس هون كبسة واحدة بينزل معك مباشرة اذا حابت تضيف التاريخ حكينا من هون من عند predefined text كبسة واحدة نختار التاريخ ونحط هنا التاريخ ايضا double click بينزل معنا مباشرة ويقصر عندنا كتاب موقع وحط عليه الشروحات اللازمة لذلك طبعا اذا في stamp او ختم مثلا لرئيس القسم معين منقدر ندخله مثل ما دخلنا التوقيع وصير زي زي signature لما بيكون توقيع مخرب بيكون الرئيسي او الختم الرئيسي معتمد باللون الازرق كمان بيكون مسحوب على سكانر وندخل على الجهاز تقدر تختمه على الكتاب بأي مكان بدكية الان هيكا مجهزنا الكتاب كامل عشان نخزن التوقيع اللي عليه ونخزن بشكل كامل لازم نروح على خيار اللي هو pdf sign ونعمل apply all signatures اذا نخزن كل التوقيع بنعمل x close بنعمل yes الان رح نفتح الملف نشوف كيف صار شكله بعد التوقيع هاي الان ملف مخزن عليه التوقيع كليات ها مع الشروحات اللي كتبناها هون تمام الان مثلا هذا ملف برجع للعميد الكلي والعميد وضيف شرح عليه بإمكان يضيف شرح بكل سهولة عن طريق اداة typewriter اللي شايفين هون بكتب على typewriter بكتب الشرح اللي بدو إياه في حال كعنا مرفقات للPDF نقدر نرفقها مع الPDF مثلا كتاب تغطية أوراق خارجية كلها بتنسح بالسكانر وبترفق مع الكتاب الآن خلاني نشرح شغلة مهمة جدا بالPDF انه كيف ممكن نحول الصورة أو نحول الPDF لصورة بحيث انه ندخله على نظام الأرشف الإلكتروني لأن نظام الأرشف الإلكتروني بيستقبل الصور من برنامج السكانر أو من جهاز السكانر يعني أو بيستقبل الصور من ملفات على الكمبيوتر موجودة عندك الآن تخيل لهذا الكتاب عندي هون موجود بدأ حول لصورة كأنه مسحوب من سكانر طلعه على شكل image يعني GBG هاي هو نوع الصور المعتمد نقب بسكابسة واحدة الآن بيطلع لك export إذا بدأ all pages جميع الصفحات أو صفحة الحالية أو range معين من الصفحات خليه يخزن جميع الصفحات نعمل الآن OK بيختار نوين نسيف الصورة راح نسيف على desktop نعمل save ننزل السهم الآن شوي ونشوف هاي طلعت عندي رقم 2 هاي الكتاب طلع على شكل صورة زيما انت شايفين الآن هاي الكتاب طلع على شكل صورة الآن بقدر أدخله على نظام الأرشفة ويكون موجود عندي الكتاب على شكل صورة هذا الآن كتاب نروح لنظام الأرشفة وكأنه مسحوب من سكنر ونازل على نظام الأرشفة لكن نراحظ الآن لغاية ما طبعنا ولا ورقة باسوورد على التوقيع اللي هون بحيث أنه أي حدا جلس على جهازك ما بقدر يوقع إلا بيستعمال باسوورد معين من روح على نرجع شاشة الهوم من هون ونختار على pdf sign لأن عندي هون التوقيع بكبس على السهم اللي هون بختار خيار manage signature اللي هو إدارة التوقيع manage signature بيطلع لك كل التوقيع اللي هون تكبس على التوقيع اللي بدك إياه مثلا هاي توقيع أنا بكبس عليه في خيار هون set password اللي هو إنشاء كلمة sir كبس واحد set password سهل 123 مثلا 123 نعمل ok close الآن صار أي حدا بديستعمل التوقيع الآن يكبس على كبس واحد هاي طلع لهون open password ما بقدر يستعمل التوقيع إلا تدخل password اللي اللي هاي بالنسبة للتوقيع الإلكترونية إنشاء password عليها مهم جدا حكينا بعد ما تتعدل التعديلات مثل الشروحات وتحط تاريخ وتوقع تكبس على خيار apply signature تمام بإمكانك تقدر تعمل الآن apply all signature نعمل yes الآن تسيف هذا التوقيع هون وصار عليه password بالنسبة لتوقيع الإلكتروني هاي الآن الميزات اللي عرضناها كلها بتقدر تعملها على الكمبيوتر بدون ما إنك تطرر تطبع هذا الكتاب أصلا وبتقدر تدخله على نظام الأرش في الإلكتروني بحيث أنك تحتفظ بنسخة من الكتاب بصيغة PDF أو بصيغة image يعني ممكنك تحتفظ بصيغة PDF أو image لأن تعلم كيف ندمج أكثر من ملف PDF في حال كعنا مرفقات خلينا نسكر الشاشة الرائعة للملف نعمله save yes لأن لحظه صار عندي أكثر من ملف اللي هو ملف 1234 اللي عملنا بالأول هون شافينه وهون في عنا ملف اثنين اللي هو في الكتاب الثاني الآن هذو تخيلوا كتابين دعمونه كتاب واحد بضلل عليهم اثنين أو مجموعة الكتب اللي بدعم له كتاب واحد أو مجموعة الصفحات اللي بدعم له صفحة واحدة وضلل عليهم بعمل كليك يمين بختار الخيار combine file in foxit phantom pdf هذا الخيار ما بتفعل لك إلا تكون منزل برنامج pdf اللي بحكي عنه هو foxit phantom pdf هاي اسم البرنامج كبس واحدة هيك بنكبس عليه combine الهو damage لاحظه هون طلع لك هون الملف من ناحية الصفحات بس تخلص بنعمله convert بالترتيب والآن دمج لياهم على شكل كتاب واحد صاروا اثنين هنا بشكل مباشر هاي الكتاب الاول وهي كتاب الثاني تمام هاي الآن تمت عملية damage وطلع عندنا الكتابين مع بعض وكأنهم صاروا كتاب واحد هاي الحركة حكينا هذا فيه عندنا مرفقات مثلا مع الكتاب فيه عندنا كتاب تغطية وفيه عندنا كل هالملفات من ملف واحد يعني بتضلل جميع الملفات اللي بدك إياهم click يمين combine file وبيتم كله مع شكل ملف واحد وكي ولهذا الملف حجمه صغير كتير ال pdf بإمكانك الآن تخزنه هذا الملف بحاجة للتخزين المدموج بنعمل file بنختار save as من ملف pdf هنا بنخزنه على desktop بأي مكان بنياه بنسميه 1 2 3 3 4 5 الآن صار علينا ملف على شكل pdf لاحظ إنك بإمكانك تدمج ملف pdf مع بعض وملف pdf مع صورة اوكي أنا هنا دمجت أكثر من ملف مع بعض في إذا بدنا نضع صور من قدر نضع صور حتى لو كان ملف word أيضا تقدر تضع لحظ لخمس ملف ملف عبارة عن ثلاث ملف pdf ومل صورة وملف document بعمل كليك يمين وبختار له combine file infoxed phantom pdf رح يرتب ليهم ترتيب هنا برد الترتيب البيدي بس أخلص بعمله convert رح حول كل آياتهم وسيف ليهم as pdf وصير الان كل آياتهم ملف واحد بالخمس صفحات اللي انتو شايفين امان كل آن لكن طبعا مدام ملف word رح يطلع عاك يستغل شوية وقت ويعمل في combining وبالتالي لما يخلص رح يسيف ليهم الخمس صفحات كلهم بملف pdf واحد وتخزنوهم مع بعض وصيروا كتاب واحد نفس الفكرة انت سحبتم على scanner ودخلتم مباشرة على الجهاز وينزلوا كلاتهم عندك as pdf هيك من كون هنا شرح وانا هنا عملية إنشاء الكتب الإلكترونية وتوقيعها ووضع الباسوردات إليها لانت بحاجة لتوقيع على ورقة وسحب على scanner بحيث تدخل توقيعك بشكل scanner مش بالشكل ترسم بالماوس وبالتالي ينزل عندك على الجهاز وتصير عندك الأمور أوضح وهيك ممكن ان هنا شرح ويعطيك ألف عافية